ومن اسطنبول ينضم إلينا علام صبيحات مراسل الغد علام ما هي تفاصيل حملة الاعتقالات الجديدة في تركيا بحق العسكريين التفاصيل المتوفرة حتى الآن حسين هي أن هذه الحملة طال 48 عسكريا تقول السلطات الرسمية التركية أنهم تسببوا أو حصلوا بطريقة غير قانونية على أسئلة امتحانات للدخول للكليات العسكرية والشرطية التركية في العام 2005 بمعنى أن هذه قضية قديمة أو لها وقت طويل قد حدثت ولكنه تم حصولهم على هذه الأسئلة بطريقة غير قانونية وسربوا الأسئلة إلى الطلبة الذين دخلوا إلى امتحان مكتوب لدخول كليات الضباط العسكريين والشرطة في الجهات الرسمية التركية وبناء على هذا التسريب حصل وصول هؤلاء الأشخاص الذين تم تسريب الأسئلة إليهم وهم من جماعة قلان بالإضافة إلى من سربوهم أيضا من جماعة قلان كما تقول السلطات ووصلوا إلى مناصب مهمة في البلاد وهذا القراءة صدر عن لدعاء العام التركي في العاصمة التركية أنقرة وهو يتكرر بشكل كبير في الآوين الأخيرة وتقول السلطات أنها مستمرة في هذه الحملات من أجل التخلص من نفوذ جماعة قلان داخل المؤسسات ولكن علام إذا كانت القضية قديمة كما قلت لماذا يتم التركيز عليها وإثارتها الآن عمليا حسين التركيز من قبل السلطات التركية هو يتعلق بتسريب أسئلة الامتحانات للكليات العسكرية وقليات الشرطة لماذا؟ لأن هذا هو مفتاح السر أو كلمة السر في موضوع تغلغ الجماعة فتح الله قلان إلى مؤسسات البلاد المختلفة ولسيما العسكرية والأمنية وباقي المؤسسات الأخرى بمعنى أن السلطات الرسمية التركية بدأت عمليا عمليات تحقيق موسعة حتى في القضايا القديمة منذ سنوات طويلة في تسريب أسئلة الامتحانات المتعلقة بدخول الكليات الحربية والشرطية وأباقي الكليات للتوظيف في الجهات الرسمية أو في وصول هذه الأسئلة إلى الضباء الذين يحاولون الوصول إلى مناصب عليا في الدولة وبالتالي هذا هو المحور الرئيس الذي تركز عليه السلطات التركية في ما تقول أنه محاربة تغلغ الجماعة قلان داخل مؤسسات البلاد لأنها تعتبر أن تسريب هذه الامتحانات في هذه الكليات سواء العسكرية أو حتى المدنية في الوظائف المدنية كان هو كلمة السر في دخول وتغلغ الجماعة قلان سواء في المناصب العليا في الدولة أو حتى في الوظائف العادية وهو ما أدى إلى تغلغ الواسع جدا كما تقول السلطات في مختلف المؤسسات علم في الناحية الأخرى المعارضة التركية كيف تنظر إلى هذه الاعتقالات المعارضة في الآوين الأخيرة حسين باتت تتعامل مع هذه الاعتقالات على أنها عمل روتيني باعتبار أنها باتت يومية هذا من جهة ولكن بالمحصلة المعارضة تقول أنها من جهة ترفض جملة وتفصيلة ومن حيث المبدأ أي محاولة للانقلاب على الحكم في البلاد أو الحكومة واستخدام القوة ولكن من جهة أخرى هي تقول أن هذه الحملات خرجت من إطار محاربة من شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام 2016 لتصل إلى الخصوم السياسيين والمعارضين كما تقول المعارضة التركية وفي هذا تشير إلى عدد من يحاكمون من السياسيين في تركيا أو حتى من الصحفيين لتقول المعارضة أن هذه التهم العلاقة بالإرهاب تتطال أشخاص معارضين للحكومة أو للحزب الحاكم وليس فقط من شاركوا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة ولكن على الجهة الأخرى الجهة الرسمية تقول أنها مصر على هذه الحملات حتى القضاء على نفوذ جماعة جولان داخل كل مؤسسات البلاد شكرا جزيلا لك الزميل علام صبايحات مراسل الغد كنت معنا من اسطنبول